دكتور ضيعة ضيعة لدول ولا سحنة زيادة خلقر ايه ورد الدكتور اهلا بكم اهلا بكل مشاهدي قناة سعمة حانا في بدعوكم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دائما بكرر هدفي في القناة او هدف من القناة مش مجرد توضيح جريمة حدست وشرح تفاصيلها ومعلمها ولكن تقديم النصيحة الهدف منها نتعلم من اخطاء غيرنا ايه موضوع حلقة النهاردة دي حصلت في محافظة الشرقية بالتحديد من مركز شرطة فاقوس بالتحديد من قرية اسمها قرية الطويلة ايه اللي حصل طبيب مشهور اسمه الدكتور سامي 34 سنة دكتور مشهور انه هو اخصاء النساء وتوليد طب اخصاء النساء والتوليد ده ده بيعالج الرجال ولا بيعالج النسوان الستات عفوان بيعالج الستات طيب ايه اللي حصل مع الدكتور سامي اللي عنده 34 سنة كل راجل محترم لما بمراته بتروح لدكتور امراض نساء وولادة بيروح معاه او بيبعث امها او بيبعث اختها ما فيش واحد راجل بيود مراته لدكتور امراض نساء وتوليد بيسيبها الوحدية لسبب لانه احيانا الدكتور بتاع نساء والتوليد بيطلع على اشياء ما يجب الا لاهل الطب والعلم انهم يطلبوا عليها لان دي امراض ستات ممكن يبص على اجزاء في الجسم غير مقبولة وانا حتى يعني رغم ان الشرع والازهر اباح ان الزوج ياخد زوجته عند طبيب بالنسة وتوليد او امراض يعني بتاع الستات لكن انا شايف ان مفترض ان الراجل يوضي المراض واحدة ست مدام نسة وتوليد يبقى ست اصلي مش قلب ولا كلا ولا بتاع دي امراض نسة يعني ممكن يبص على حاجات ويبص على المفترض ان الست للست لكن مدام الشرع ومدام ما شيخنا والازهر اباح فلا حرج طيب على فكرة الطبيب اسمه محمد زايد عفوا الطبيب اسمه محمد زايد عنده واحد وستين سنة طبيب نسة وتوليد اللي بتكلم عليه سامي ده بقى هو بطل قصة النهار ده سامي عنده اربعة وثلاثين سنة متجوز بقيله عشر سنين ربنا مرزقوش بولاد يبقى الدكتور المشهور ده اسمه الدكتور محمد زايد واحد وستين سنة ده موجود عيادته موجودة في مركز فاقوس محافظ الشرعي سامي ومراته بقى لهم فترة طويلة ما بيخلفوش فالناس قللهم انتوا سكتين على نفسكم ليه يا عم انت سيب قارة الطويلة دي وروح في مركز فاقوس عن الدكتور مشهور اسمه محمد زايد اللي هو عنده واحد وستين سنة الدكتور ده مشهور ومعروف ويا محلات راح اطلو وربنا يخلق على ايديه ربنا بيرزق السيتات بالعياد فمراته قالت له بقولك يا سامي يا عم اروح لاهل العلم احنا رحنا للمشايخ وروحنا للدجالين وروحنا للجساوسة وروحنا لكل حد وما فيش حاجة ما تيجي نروح للدكتور محمد زايد قال لي هتعاني نروح له يا سيت فالدكتور كشف على السيت وقال لي ها ما عندكش حاجة خلص خلص الموضوع فسامي قال له اطلعي برا فطلعي برا فطلع مراته برا وقعد هو مع الدكتور اللي وحدي فالدكتور بيقول له خير في حاجة قال له يا دكتور الأمور عندي مش قوي قال له يعني تم تحلل قال له لا انا سليم تاك سليم مية مية قال له قال له عايزك تديني حاجة تخليني كده قال له واه انت عايز منشطات جال له اي جال له حاطر تم ما تقول لي كده يا عم بس انت تروح عند الدكتور أصلا بتاع الخصوبة والحاجات دي ويكتب لك جال له انت الدكتور مدرستواش جال له حاطر حاطر وراح كتاب له رشدة منشطات يروحي بمصة يدلقية غلط الدكتور طب غلط سامي اللي جد اختي لا الست غلطت عايزة نفسها في عايزة ويسامي في نفس الوقت نفسه في عايزة والدكتور كشف وقال له ما عندهاش حاجة والراجل خده على جنب قال له انا عايز حاجة زي اي على فكرة اي راجل دوخت او اي زوج لما يقعد معاي دكتور يقول له ما تكتب لي حاجة ما تشوف لي حاجة تخليني مية مية يقول له انت وحش يقول له بالعكس انا زي الفل تب عايزي تاني يقول لك اهو زيادة الخير خير ايه يعني خل الواحد يعني يرجع لشاوبه تاني يا عم انت مش كويس جلو كويس تب يقول له انا عايز حاجة فالمهم الدكتور راح كتب له على شكل فراح صرافة فالست بتاخد دواء بيزود البويضات ويزود عشان الخلفة والدكتور كاتب للزوج حاجات تاني علشان يزود الباور عنده وينشط بناء على طلب سام سامي لقى نفسه بعد يوم واثنون وثلاثة هفطاء وتعبان ومفيش اداة الاداة عنده ضعف اكتر من الاول وبقى العملية عنده فيها استرخة خالص هو انا كنت راح للدكتور عشان يكتب لي دواء يخليني حديد ولا يجيب لي دواء يخليني على طول مسترخ وتعبان وحالة بوس فراح للدكتور جال له دكتور انت كتبت ليها جال له يا عم انت مشكولت عايز منشطة جال له من ساعة ما اخدتها وانا على طول مسترخ ويعملش حاج ومعنديش رغبة فيها وعندي خمول وكاسر انت كتبت ليها جال له يا عم خلاص قادي الرشدة هي ولا ازاعة النفس اطلع بره جال له اطلع بره انت جال له يا عم انا عدتك ده ابنشطات انت جهت عفراتني اطلع بره وراح ترده من العيال سامي كل ما يجي ينم مع امراته يلجأ نفسه مفيش الله انا اخدت ايه هو الدكتور اعطاني ايه كل ما يجي دخل على مراته مراته يقول له ألي ج Darwin 읽رالك يسامي يقولة لها ما اعرفش انا كنت كويس الدكتور هو اللي اعطاني اتدوى قال له لكن جالته له انت كنت رايح تكشف علي ولا تكشف على نفسك جال له يعني دلوقتي ع biz coll ito انت رايح تكشف عليا ولا انت ايه اللي خلاك يكتب لك اصلا على د Connie جال له يعني دلوقتي تعملي ليه جال له او ضيعك يا عم جال له اضيعك ازاي جال له كنت كتابك حاجة غلط كل ما يروح للناس في القرية يقول له انت ضيحت نفسك قل الدكتور كتب لك دوا غلط يا خسرتك ضحت ضيعك انت كنت راجل مية مية اكيد عمل لك حاجة ضيعت عندك كل حاجة يخسارة ضيح شبابك ضيع رجلتك اه انت في الاول كنت شغال ودلوقتي مش شغال كان في الاول فيه امن في الخلفة دلوقتي ما فيش امن في الخلف الرجل اتعفرق جل لك الدكتور ضيعني ضيع رجلتي اوه دكتور بعمل ليش حاجة الدكتور كتاب له رشدة عادية فيها منشطات لكن هو جهد نفسيا ما تعرفش عضويا ما تعرفش حصل عنده ارتخم الراعة سامي كبر الموضوع في دماغه وخاصة ان بكل ما يقول لحد من اصحابه يضحك وينكت عليه فقال لك لا الدكتور ضمارني مدام ضمارني بقى لازم اضمره مدام خلاني مش راجلي بقى لازم انهي عليه هو ضيع مستقبل اوه انا هضيع مستقبل هو الراجل ايه من غير الموضوع ده انا كده اجد دمرتي اقلم واخزة ده انا كده بقيت مخد هو اللي ضيعني فلازم اضيع بالفعل فوض الراع بالعيادة بتاعته لغاية ما بص جوه العيادة ما لاشغل زبون واحد راح جاع الزبون الواحد اللي جوه اطلع وراح جال للتمرجيه اقوله للدكتور هندخله وراح دفع الكشف دفع الكشف للست ودخل تاني للدكتور شوية ولاجهنا الدكتور طالع من باب العيادة بتاعته الدم في رقبته في جسمه الحاجوني 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 ولاجه واحد متل يسن بيجري عبال مواده المستشفى كان الدكتور مات سبع طعنات منهم طعنة في الرقب وطعنة في السدر يعني سبع من اجرشه زي ما بنقول ضيق الدكتور مات تلحال عبال مواده المستشفى كان ميت بالتحريات وبالكاميرات البنت اللي بره جاءت ايوه الراجل ده كان جام مرته من كم مرة كان مرة هنا واخر مرة تخرج مع الدكتور وقال له انت عملت لايه التحريات جابت الراجل ده تم القبض عليه وهو من قرية الطويلة وباحترافاته جاء ضيع مستقبلي ضيع شبابي عطاني داوة خلاني ان انا مش راجل وانا لسه عندي اربعة وثلاثين سان تم القبض عليه وتم طبعا الرشيطة اللي كان كاتبها له بتكشف عليها ادوية عادية جدا ما فهاش اي حاجة تؤدي لحالة الهبوط اللي عنده او حالة الاسترخى اللي عنده وانه هو ده كلها حاجات في دماغه بالعرض على النيابة مسى للجريمة كاملة وازاي دخل وازاي قاتل للطبيب وازاي هرب وراح فين ولا ده المستعمى في الجريمة وتم تحويله الى محاكمة عاجلة وصدر الحكم هذا الاسبوع تم صدر الحكم ايه حكمت المحكمة حضوريا باعدام المتهم سامي اللي عنده اربعة وثين سنة شنقن اتعدم طب انت ايه اللي استفدته يا سامي هو ده هدف بقى هو هدفي ايه اللي استفدته انت كده هتخلف طب انت كده استريحت طب الدكتور عنده واحد وستين سنة ومغلطش بحاجة انت قتلته انت لسه اربعة وثين سنة انت لسه اطلع للدنيا ضيحت نفسك وخربت بيتك وقتلت الدكتور محمد زايد ايه اللي استفدته من كده يقول لك استضيعنا طب يا اخي انت حاس ان انت جالك السرقة روح للدكتور تاني لما انا سألت اصحاب سألت اصحابك كنت روحت للدكتور واثنين وثلاثة واربعة وخدت الرشدة معك وقلت لهم الدكتور محمد زايد كتب للقادي ويادي من الساعة ما خدتها وانا عندي حالة استرخة كامل ان انا ما عنديش اي انتصاب ان انا مش قادر اقوم باي دور مع زوجتي ان انا بقيت مع زوجتي مش راجل كنت روحت للدكاترة وكانوا شافوا لك علاج لكن تروح تقتل الدكتور زلا منك ان هو كتب لك دواء ضيعك طب ايه العلاقة اللي بينك وبين الطبيب عشان يكتب لك ادوية ضيعك ومن قال ان الرجولة بالموضوع ده بس الرجولة مش بالموضوع ده ابدا ده فيه ناس ما عندهمش الموضوع ده وتلقاهم بمية راجل صحيح انت لسه شاب صغير بس كانت لسه قدامك وسائل كتير جدا ممكن تتعالج بيه والف دكتور تاني تروح له انت ايه اللي خليك استعجلته وقتلته يقول لك شرفي شرفي واحد دي جاء عمد شرفك يقول لك انا واقعيني مش قدر ارفحها في عين مراطي انا دلوقتي بنام جنبها زي المخدة يا عم روح يكشف على نفسك قال لك لا هو ضيعني وانا ضيعه طب يا سيدك اخدت اعدامي استفدت حاجة اهبد لله الامر من قبل ومن بعد اشكركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة